عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية حيث أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية مشيرا إلى أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عمل مؤسسي وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب